السباح الخليل الزمتبعين نفتح الفان السباح لشركة وينزر بروكر هنتم هلكم كريم مجدي اليوم 16 ديسمبر 2020 نتكلم مع بعض فيديو بتاعنا عن الجنيه بريطاني مقابل الدولار أمريكي تدولات إجابية طبعا المشاكل العنيف للجنيه بريطاني مقابل الدولار أمريكي درجة أكيد في المقام الأول بعد تدولات المسادولة في وسائل الأنباء بشأن التقدم المحرز في مفاوضات الـ Pre-Exit مع الجانب الأوروبي عقب صدور بيانات اجتساطية بريطانية إجابية كل هذا دعم طبعا بشكل كبير جنيه بريطاني خلال تدولات أمس أكيد كبير مفاوضي ملاف الـ Pre-Exit في الاتحاد الأوروبي بشيل برنيه ممكنية التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة حول مستقبل العلاقات بعد تنفيذ الخروج من التكتل الموحد وده طبعا قرب المهلة المقررة المفاوضات بين لندن وبروكسل بعد نهايتها خلال الشهر الجاني دي كانت أهم الأخبار كمان كان عندنا مجموعة من البيانات الهمة خلال تدولات أمس أهل المهم كان معدل الدخل متضمن العلاويات لشهر شهر أكتوبر جيبنا ستيجي أفضل متوقع 2.7% وكان متوقع لي 2.2% النهاردة في انتظار مجموعة من البيانات الهمة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نوفمبر البريطاني متوقع لي 6.10% والشهر الماضي كان 7.10% أيضا المؤشر المدين المشترات المركب متوقع لي 51.3 والشهر الماضي كان 49 مؤشر المدين المشترات الصناعي 55.9% والشهر الماضي كان 55.6% وأيضا المؤشر المدين المشترات الخدمي متوقع عليه 50.5% والشهر الماضي كان 47.6% كل هذا من الجانب البريطاني ولكن كمان من الولايات المتحدة الأمريكية سنختم اليوم مع قرار الفيضة الصادر على البنك فيدرال الأمريكي متوقع عليه تثبيت الفيضة عند 25.5% دي كانت أهم البيانات وهم الأخبار ولذلك سننتقل مع بعض ونرى الشرط وتوقعاتنا على المدان اليوم اليوم كما نرى أداء الإيجابي على الجنيه البريطاني والرتفاع العنيف من 33.15 الذي يقدر نجاحه بكسر 34.60 وتحييه المستهد في الثالث لي خلال ثالثة 5 هذا الإيجابي على السعر على الاستقلسة كالفلاترند الأعليم ايه تقاطر منتوسطات السعر الأعلى ثبات السعر أعليهم و المسافة بينهم متدل على قوة التجاهل لذلك نتوقع مزيد من الإجابات بشرط كسر الـ 35 فلات علشان يروح الـ 35.50 35.60 و الـ 36.20 ثانية كسر الـ 35 و الـ 35.60 و الـ 36.20 السيناريو الآخر معي ستحقق بكسر الـ 34.15 و الـ 33.75 و آخر النقطة عن الـ 33.15 و كده نكون سيناً لهايتي الفيديو أتمنى لكم أكيد أن تدابي الآمن و أشكركم على حسن طبيعتكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته توقف شكرا